السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نوعية الأسئلة اللي بتيجي في امتحانات السنوية العامة في اللغة الإنجليزية هناخد كمثال امتحان السنة اللي فاتت السؤال الأول كان قواعد هو مش نفس الترتيب كده بالظب بس يعني هي نفس الأسئلة قواعد تمام السؤال الثاني كان قواعد يبقى الغد دلوقتي اتنين بس قواعد ماشي والباقي في الغالب أول عشر جمل هيكين كلمات يعني عندك ثلاثة كلمات ولكن عام انجليزي عام يعني مش هموجود في المنهج هتقول له ازاي مستر بيسألنا بورا المنهج حاجة بسيطة وسألها بيقولك انك تطور أفكار جديدة وحاجات زي كده يبقى تفكر خارج الصندوق نمام السؤال الرابع كان كلمات من المنهج نمام كده والقواعد برضو من المنهج خلي بالكم رقم خمسة كانت كلمات ستة برضو كلمات من المنهج كل ده كلمات من المنهج طيب سبعة كلمات برضو في ناس بتعتبرها لا قواعد لا هي كلمات الافعال الصلاحية هي كلمة تمام عندك السؤال التامن كان كلمات برضو كلمات السؤال التاسع اللي هو متلازمات متلازمات لفظية اللي بنسميها وفي الاخر هي كلمات برضو تمام كده عندك في عشرة المشتقات الصفة الفعل وهكذا والاسم من الفعل وهكذا ودي برضو كلمات يعني اول عشرة اسئلة كلهم كلمات الا اتنين كانوا قواعد طيب القواعد من المنهج اه القواعد من المنهج تحديدا تراكم يعني رقم واحد دي كنت موجودة في قولة سنة وتانية سنوي وتالتة سنوي هناخد تمام كده اللي هي الرابط الزمني المستقبلي طيب هنا في رقم اتنين خدناه في تانية سنوي وهناخدها برضو في تالتة سنوي بعد كده نيجي القطعتين الفاهم القطعة الاول اهي قطعة الفاهم بنسميها قراءة يعني وكمان الناس بتسميها يعني اللي هي المهارات تمام كده من ضمنها ايه قطع الفاهم والترجمة والكتابة وكذا يبقى عندك يبقى قطع فاهم القطعة الاول اهي والقطعة التانية اهي تمام كده يبقى قطعتين فاهم بعد قطع الفا بيجي اسئلة بقى ايه لا في اسئلة تانية هنا قطع الفاهم خلصت فين اهو لغاية هنا يبقى قطع الفاهم خلصت لغاية هنا بعد كده في اسئلة بقى عليها درجتين لكل سؤال طيب دي ايه عبارة عن ايه عندك سعر رقم سبعة وعشرين قواعد من منهج تمام قاعد اسمها شرحناه كتير جدا طيب رقم تمانية وعشرين كانت برضو قواعد مبني المجهول تمام كده قواعد مبني المجهول قواعد اهو من منهج برضو طيب هنا في تسعة وعشرين ده الرايتنج اللي هو الاسي المقال يعني اسئلة عن المقال اسئلة اختياري مش كتابة بيقولك تدي امثلة وتفاصيل دي اسمها الدعم او فقرات الدعم اللي بتكون موجودة في الاسي في البادي تمام يبقى دي اسئلة اللي هي الاسز اللي هو مثلا نتكلم عن انواع الاسز المقالات والحاجات دي كلها بنسميها اسئلة برضو دي سكيلز تمام يبقى دي ايه سكيلز يبقى دي سؤال سكيلز يبقى عندك قطعتين فاهم ورايتنج سكيلز ماشي يبقى كده سكيلز قطع الفاهم والغاية دلوقتي الكتابة رايتنج طيب هنا بيقول اي هنا بيقول فور مي اسبك كذا كذا دي قواعد ماشي دي قواعد اللي هي الصفات ماشي the most encouraging والحاجات دي صفات التفضيل اسئلة الترجمة بقى اسئلة الترجمة برضو تعتبر سكيلز مهارات يعني سكيلز ماشي يبقى عندك كده الترجمة والكتابة وقطع الفاهم مهارات كل دي ترجمة ترجمة تمام ترجمة سكيلز كله اربع اسئلة ترجمة اتنين انجليزي العربي واثنين عربي الانجليزي طيب اني يجي بقى ليه النوفل القصة سؤال قصة سؤال القصة بيكون عبارة عن سؤالين تكتبهم بيدك مقالي تمام كده بعد سؤال القصة بيجي اخر سؤال بقى اللي هو باراغراف من ستة اسطر ده كتابة برضو يعني برضو سكيلز سكيلز يبقى اذا سكيلز كده كم نوع في الامتحان جاي جاي قطعتين فاهم اتنين قطع فاهم تمام كده طيب جاي اربعة ترجمة اربعة اسئلة ترجمة جاي سؤال اختياري سؤال اختياري تمام كده عندك ايه تاني عندك سؤال واحد كتابة اللي هو باراغراف باراغراف مكتوبة صح كده باراغرافة ايا كان كده كده عربي ماشي طيب يبقى عندك كده باراغراف ده كتابة وطبعا هتضيف لهم القصة بس القصة مش تابعة لسكيلز يبقى اذا سكيلز يمثل تقريبا كم في المية من امتحان من 70% لـ 80% يبقى نركز جدا عن سكيلز اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة